مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني ودع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية القافلة الأولى من الحجاج الأردنيين التي غادرت إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج وزير الأوقاف أشار إلى أن التوجيهات الملكية أوصت بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من وصائط نقل وسكن وتسهيل إجراءات المغادرة لهم عبر الحدود الأردنية السعودية وأقامت الوزارة حفلة وداع القافلة الأولى من الحجاج الأردنيين في واحة الحجاج أحد محاور منطقة معان التنموية نحن في هذا العام انتقلنا الحقيقة نقلة نوعية فيما يتعلق بالحج وإن شاء الله أنه يكون الواقع كما ذكرنا وكما وصفنا من خلال الفترات الماضية الحجاج سكنهم يبعد كيلو نص عن الحرم ومن الشارع الرئيسي أيضا وجبات الطعام بنظام البوفين إن شاء الله ستكون وستشاهدون وتصورون هذا الأمر على أرض الواقع أيضا مستوى الفنادق هو بمستوى فنادق ثلاث نجوم هذا الحج العادي لدينا أيضا الحج المميز هذا الذي يكون بمواصفات خاصة وطريقة خاصة نسأل الله أنه يعين على هذا الموسم ويرجع حجاجنا سالمين غانمين